أرادوا أن ينفو التهم فإذا بهم يؤكدونها العشرات من أنصار ميليشيات الحجد اقتحموا مقر قناة NBC عراق في بغداد على خلفية تناول أحد برامج القناة لاسم نائب رئيس هيئة ميليشي الحجد السابق أبو مهد المهندس الذي قتل في الغارة الجوية التي استهدفته وقائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني مطلع العام البرنامج كان قد تطرق إلى مقتل بلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار قباني في تفجير استهدف السفارة العراقية ببيروت عام 1981 وتضمنت الحلقة روايات حول دور أبو مهد المهندس في التخطيط لتلك العملية مجموعة NBC استنكرت الاعتداء وأوقفت العمل في مكتبها حتى إلول المقبل بعد عمليات التخريب التي طالت المكتب ومعداته ودعت السلطات في العراق إلى محاسبة الجنات بينما يجد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه أمام تحدي صعب بعد هذه الواقعة التي رأى فيها مراقبون امتدادا لما جرى في الأشهر السابقة من اعتداءات على المؤسسات الإعلامية التي نقلت تظاهرات ثورة تشرين ما يضع الحكومة بين اتهامي العجز أو التواطئ إذا أقوى ترى نفسها فوق القانون الحادثة أعادت فتح العديد من الملفات حول استجل الإرهابي لحكام العراق الحاليين وقيامهم بالعديد من التفجيرات التي طالت أهدافا عراقية وعربية تنفيذا لأجندات إيرانية في المنطقة وهو ما اعترف به القيادي السابق في حزب الدعوة باقر جبر صولاغ في لقاء تلفزيوني أعلن حزب الدعوة مسؤوليته عن تفجير السفارة العراقية في بيروت وعلى ما أذكر يعني ومعلوماتنا الاستقبالية تقول أن أحد الحركات اللبنانية كانت وراء دعم وتجهيز سيارة السيارة الخاصة بالسفارة هي سيارة سرقت من السفارة سرقت أو أخذت ونفسها فخخت فعندما جاءت من الطبيعي جدا وفضلا عن المشاركة في تفجير السفارة العراقية ببيروت كان أبو مهد المهندس قد واجه اتهامات أخرى تتعلق بالهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت عام ثلاثة وثمانين وتفجير القاعدة الأمريكية في الكويت ومحاولة اغتيال أمير الكويت الراحل جابر الأحمد الصباح ضمن قائمة طويلة تضم العديد من العمليات التي كان حزب الدعوة ينفذها قبل أن يمسك بزمام السلطة في العراق بعد أن جاء على ظهر الدبابة الأمريكية ليتحول عمله من إرهاب العصابات إلى إرهاب الدولة اشتركوا في القناة